مريض يحتاج 20 ملغرام من علاج جراميسين والامبولة المتوفرة 80 ملغرام كل 2 مل اشقد انطي كم سي سي اشترككم وياكم الموارضة الجامع محمد قاسم واحد من الاخوة طلب من تعرفة جرعة الدواء جنتمايسين نتكلم نبذة بسيطة عن هذا العلاج ونشوف الطلب والحل الاسم العلمي جنتمايسين الاسم التجاري المشهور جراميسين تعريفة تصنف كبريتات الجنتمايسين كمضاد حيوي امينوغليكوسايد وهي خليط من المضادات الحيوية والمواد التي يتجع نمو نوع من انواع البكتيريا فعال ضد العديد من البكتيريا الهوائية جرام نيجاتف وضد بعض انواع المكورات العقودية الاستخدامات تستخدم حق جنتمايسين لعلاج بعض انواع العدوى البكتيرية الخطيرة مثل التهاب السحاية وهو التهاب الاخشى المحيطة بالمخ والحبل الشوكي التهابات الدم يستخدم جنتمايسين ايضا لعلاج الالتهابات البكتيرية التالية مثل التهاب العظام والتهاب الجهاز التنفسي مثل التهابات الرياوية وكذلك التهاب الجلد والأنسج الرخوة والتهاب المسالك البولية التهاب الحوض والتهاب المعدة والأمعاء التهاب الشغاف عدوى القلب والوقاية من العدوى البكتيرية بعد العملية الجراحية طوال الأخ عن جرعة غرامايسين عند أمبول قوة الجرعة هي 80 ملغرام لكل 2 مل وأمبول ثانية قوة الجرعة هي 20 ملغرام لكل 2 مل غرامايسين أمبول 80 ملغرام لكل 2 مل طلب مني الطبيب أعطي الطفل 20 ملغرام فقط إيش قد أمطي كم سيسي الجواب كنا نعرف أنه 1 مول يساوي 1 سيسي يعني 2 مول معناه 2 سيسي بما أن الأمبول تحتوي على 80 ملغرام من جراما يسين في 2 مول يعني في 2 سيسي إذن هذا يعني أن كل 1 مول يحتوي على 40 ملغرام من جراما يسين لحد الآن واضح والمطلوب هو 20 ملغرام يعني تكون الجرعة هي نصف مل يعني نصف سيسي ملاحظة بعد التأكد من عدم تحسس مريض من جنتاما يسين مثال آخر طلب الطبيب أعطاه الطفل 6 ملغرام من جراما يسين وكانت الجرعة المتوفرة هي 80 ملغرام لكل 2 مل إيش قد ننطي الجواب بما أنه لدينا 2 سيسي نضيف لها نورمال سلاين 8 سيسي تكون الجرعة هي 80 ملغرام لكل 10 مل يعني كل مل يحتوي على 8 ملغرام من جراما يسين والجرعة النهائية هتكون أقل من 1 سيسي أقل من 1 مل مثال آخر مثال أخير طلب الطبيب أعطاه الطفل 16 ملغرام من جراما يسين أمبول والجرعة المتوفرة هي فقط 20 ملغرام لكل 2 مل إيش قد ننطي وشلون الجواب نضيف 3 سيسي نورمال سلاين وراح يصير عندنا 20 ملغرام لكل 5 مل يعني كل 1 مل أو كل 1 سيسي يحتوي على 4 ملغرام من جراما يسين بما أن المطلوب 16 ملغرام إذن تكون الجرعة هي 10 4 سيسي أو 4 مل شكرا